ينفع تقول تحويشة عمرك مش بس على الفلوس يعني تحويشة عمرك مش بس فلوس ممكن يكون صديق ممكن يكون صاحب ربنا رزقك به في حياتك دايما يتقال عليه تحويشة عمرك بتعدى عليكم مواقف كتيرة جدا بتلاقيه موجود معاك في الوحش قبل الحلو دايما الصداقة بتبقى رزق من عند ربنا يعني في ناس ربنا بيرزقها بصديق جدع مخلص في كل صفات الصديق لأي إنسان يتمناه تلاقيه موجود معاه دايما في كل المواقف وفي ناس تانية بتيجي يقولك إيه مع إنه كان عشرة عمر بس مش عارف إيه اللي جراله فجأة الناس بتتغير كده فهل هو تغير فعلا ولا أنت اللي كنت حسبها غلط من البداية أنت اللي بلغت من البداية وقلت إن الرجل ده صديق احنا منشوف فقا أجواء المواقع التواصل الاجتماعي تلاقيه كاتب مش عارف إيه عشرة العمر عشرة السنين مش عارف إيه وتلاقيه مثلا عارفه من سنة ولا حاجة وقدرت غلط ولا هو فعلا ما كانش ينفع أنتوا تكونوا أصدقاء لأن فيه حاجات كتيرة جدا مختلفة ما بينكوا احكي لنا موقف أو احكي لنا عن صفات الصديق الجدع والصداقة مواقف ولا عشرة مواقف ولا عشرة من مواقف وعشرة الاثنين أنا موافقة أول حاجة على الكلمة اللي أنت قلتها بتاعت إن تحويشة العمر دي مش لازم تبقى فلوسه بس هندي من أقول الجوليري بوكس أو الشاكمجية أو علبة الدهب أو التحويشة بتاعتي هي فعلا الاصحاب ربنا رزقني الحمد لله رزق وسع قوي الحمد لله الحمد لله ما شاء الله في قصة الأصدقاء دي الأصدقاء بيبقوا عشرة وبيبقوا مواقف يعني في بعض الأحيان فيه ناس بتبقى جدع كده بالصليقة أنت واحد بيطلق عليه الرجل الجدع البنت دي جدع فأنت تبقى داخل مكان لسه هتبتدي تتعرف على الناس فيه أو داخل شغل جديد أو داخل في وسط مجموعة جديدة وانت عارف أو سامع أن الشخص ده جدع بيبان عليه تلاقي تصرفاته فيها جدعانة فيها شهامة ما فيهاش فيها إثار ما فيهاش كده ندالة لو يجوز لناس تخدام الجملة وفيه ناس مش لازم تبقى جدع جدا من الأول وممكن تكون الجدعانة مش من أكتر صفاتها لكن بعد العشرة بتكسف بتستحي أنها تعمل معاك موقف يكون قليل أو موقف في صغارك أو موقف أنت تلجأ له فيه وهو يردك وارد أن العشرة تفرق شازلي في بداية الإنترو كان بيقول على الناس اللي بتكتب على مواقع التواصل أول بأصلا أن بلاقي مواقع التواصل اجتماعي بعرف أن الكلام كله فاك اللي يحضوا بقى يكتبوا حاجات كتير قوي ده بتكتب لمين؟ صحبك عشرة عمرك أو صديقك الجدع أنت عارف أنه جدع وهو عارف أنك جدع وخلاص الموضوع بسيط آه بنحب نذكر نحسن الناس وآه بنحب ندعم بعض ونحسن صورت بعض ولكن إحنا مش محتاجين سوشال ميديا خالص عشان أقولك يا شازلي أنت جدع أنا موافق جدا على فكرة والله فالموضوع أبسط وكمان مش محتاجين أن أروح أقول له صاحبي أن أنت جدع يعني اللي هي مواقف الأول في الأول ساعة أحب أدلع له داني أقوله يا جدع يا شاهمة يا جميلة يعني بيني وبين صحابي بالمناسبة ما باستخدمش الحاجات دي يعني ما بقولوش أنت عارف أنا بحبك قد إيه ولا أنت صاحبي ولا أنت جدع ولا الكلام ده لأن هي المواقف فعلا اللي بتثبت بس إحنا دايما عندنا يعني أنواع مختلفة من الأصدقاء يعني فيه صاحب مثلا ده بتاع السفريات والخروجات والفرفاشة فيه صاحب تاني بتروح له عشان تشتكيله أوجاعك وترمي حمولك عنده بقى فيه صاحب الصاحب الحقيقي بقى اللي يشيل شيلتك يشيل معاك شيلتك الشيلة اللي ما تكون تقيل عليك مش هتقدر تشيلها لوحدك فتلاقيه بيشيل معاك اللي يفهمك من كلمة كلمة صغيرة كده في التشات يعرف أنت متضايق ولا لا يعرف أنت فرحان ولا لا ما يسقش فهم الكلمة هيبقى عارف أنت تقصد إيه بالكلمة مش محتاج أن أنت تبرر له لو قعدت معاك مرة من المرات وما تكلمتش مش معناه أن أنت متضايق منه لا هو بيبقى عارف أنت جواك ديء فالصاحب الجدع اللي يحاول يخرج الديء ده منك اللي حاول يخليك ترجع تاني لحياتك الطبيعية أنا بالنسبالي الصداقة هي مواقف مواقف أثناء العشرة يعني هو لازم يكون في عشرة لازم الاثنين أصلا مش معقولة مواقف مثلا هقيم واحد من موقف موقفين في سنة سنتين ثلاثة لا طبعا لازم يكون في عشرة فهي مواقف أثناء العشرة والناس يتجيب منين العشرة منها داخلت تتعرف عليك بعد شهر ونص يقول لك ده ده مش جدع معي يا عمال أنا لست مش عارفة إسمك لا أسيبك أنا عرفته أنا لست أنا بالنسبالي بياخد وقت عشان أحفظ الأسامي أصلا يبقى نرجع للمبالغة أول الأشكال بصراحة باش حق حق عليك يعني لو إحنا دخلين في الكوندور هنا ببقى عرفت الشكل لكن لو ببرا في الشارع مش حق أمرك كده حضر أنت عرفان لا سأشاز للعافدة حضرتك صديق فهي مواقف أثناء هذه الأشرة الجدعانة ولما كنت في أزمة انت وقفت معي ولا لأ لما كنت في فرح انت وقفت معي ولا لأ لازم يوقف معي طبعا ساعات الناس لما تبعد وتكف أزها عنك ده في حد ذاته جدعان طب وانا أخده صديق ليه بقى يكف أزها عنهم وعنده أزم لا ما هنت عندك دائرة وانت محشور فيها بشكلها وباخر بس مش صديق آه دائرة آه موجود معرفة بيتقال عليها معرفة دائرة معرفة صح مش أصدقاء لكن أصدقاء خلاص أنا انطقية المجموعة دين هم هيكونوا صحابي على نفس شاكلتي نفس أفكارنا نفس دماغنا حتى لو كنا مختلفين في حاجات مصر الجديدة ولا في 6 أكتوبر يعني مش اختلافات جوهرية مصر الجديدة طبعا مصر الجديدة طبعا آه طبعا يعني ما فيه الشك طبعا مصر الجديدة جمال مصر الجديدة عصد أن حتى لو فيه خلافات أو اختلافات عفوا ممكن تكون اختلافات في حاجات بسيطة في وجهات نظر بسيطة في أراء في حاجات في أفلام في مسلسلات لكن مش اختلاف جوهاري في الشخصية ليه ليه قلت اختلافات بس وخلافات الجدعانة بقى بتبان وقت الخلافات صاحبك الجدع اللي بجد وانتو مختلفين عمره ما هيكلم عليك وحش عمره ما هيبيعك عمره ما هيحكي أسرارك لغيرك عمره ما هيستخدم أسرارك علشان تبقى نقطة عليك أو تبقى ويك بوينت يعني نقطة ضعف عليك فخلافات واختلافات وانت كمان وانت بتحكيله بتحكيله وانت مرتاح وواصق وحتى لو حصل خلاف فهو هيصنع العشرة على كل دا سؤالنا احكونا عن صفات الصديق الجدع وهل الصداقة مواقف ولا عشرة دا سؤالنا الموجودة على صفحتنا على فيسبوك في انتظار إجاباتكم عشان نعرضها خلال حلقتنا النهاردة بنصبح على حضراتكم مرة تانية أهلا بيكو حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر